احمد الجندي النهاردة قصر رقم عالمي النهاردة صارة كانت صارة النهاردة كان حظها صعب شوية في ايه انه البنت اللي فويها اللي خيات المركز الاول النروجية قوية جدا وقصرت ارقام اولمبية النهاردة ومش طبيعية يعني مش طبيعية خالص يعني النهاردة صارة سمير عملت انجاز اعجاز ودي بتاخد الفدية مجهود رائع جدا ومجهود كبير جدا واخد برونزية الأولمبياد اللي قابلة اللي فات تعرفين طبعنا احنا الأولمبياد اللي فات كنا مستبعدين في الاسقال الموسم قبل او عفوا الأولمبياد الابلة اللي فاتت أولمبياد ريو ادرت ادرت بتاخد برونزية والنهاردة بتاخد فدية براو الفترة دي كلها كانت فترة محبطة بالنسبة لها جدا خد بالك ان هي كان ممكن تقول لها خلاصها بطل اللعبة 8 سنين من الميدالية للميدالية او من المشاركة للمشاركة ورغم كده رجعت افضل واحسن واقوى وعجبني جدا المشهد بتاعها النهاردة وهي بتبكي بعد الفدية احنا قاعدين بنتفرج وبنتنطط وبنهيص وفخورين وفرحانين وهي بتبكي علشان كانت عايزة ميدالية بعد بتعتزل للشعب المصري وتقول لهم كان نفسي اجيب لكم زهبية انت متخيل الثقافة والعقلية وهي عايزة توصل ليه هي كايت رايحة تييب دهب مش تاخد ميدالية وخلاص انا رايحة اجيب دهب بس يا صار والله العظيم كل الشعب المصري فخور وراضي جدا فرحان بيكي يا ست البنات فرحتينا ورفعت رأسنا للسماء احمد الجندي حكاية تانية احمد الجندي اصلا داخل بإصابة عنده مشاكل في الكتف المفروض ما يبقاش بالحالة الرهيبة ديت اصبح رياضي اسطوري في تاريخ الولمبيات اصعب لعبة ممكنة في اي اولمبيات هاي الخماسي الحديث انت بتلعب خمس ألعاب الخمس ألعاب دول خمس ألعاب أولمبية انت ممتاز فيهم في الخمسة انت ممتاز في الخمسة فدي حاجة صعبة جدا ده اسطورة واحد واخد في الدية الولمبيات اللي فاتت بياخد دهبية النهاردة اداء رائع احمد الجندي اصلا اللي بداياته من هو صغير بدأ اللعبة ديت والسباحة وبقى الالعاب عشان كان عنده حساة في السدر فالدكتور بتاعه قال له لا انت ممتاز تلعب سباحة وتلعب أكتر من اللعبة تانية عشان التنفس بتاعك يزيد ومعدلات التنفس يزيد فدخل الموضوع وكأنه داخل اللعبة عشان يتعالج فيها بعد كده يتحول من بطل عادي لبطل أسطوري في تاريخ مصر وتاريخ اللعبة عالميا وفيه حاجة مهمة جدا احنا وقى النهاردة بنتفرج على احمد الجندي لا ده فارق عن التحتيب كتير ده بطل قوي يعني انت مش بتقول ايه طبعا بتدعيله طول الوقت بس عما تقول يا رب يلحق يا رب تحصل المعجزة يا رب تحصل مش عارف لا انا كده كده جامد جدا وانا فارق بمجهودي وبتعبي وبشغلي وبأدائي وبتدريبي فارق عن الكل الكل ده فين؟ في العالم ده كبير العالم كبير العالم في اللعبة بتاعته ومصري يا هنايا وسعدي وفخري مفيش بعد كده جمال اليوم حلو النهارده اليوم عظيم عظيم